شكراً لكم المحاضرة في مادتنا إن شاء الله رح نحكي فيها عن أول إشي Introduction of Toxicology يعني رح نحكي عن مقدمة في علم السموم شو أهم المصطلحات اللي لازم يكون عارفينها والفروقات بينها طيب نعرف أول إشي علم التوكسيكولوجي بحكيلي Toxicology is a scientific discipline يعني فرع من فرع العلوم Overlapping with بالداخل مع علم البيولوجي الأحياء الكمستري الكيميا فارماكولوجيا علم الأدوية أو العلم العقاقير اللي رح نحكي فيه إن شاء الله بعد المسموم Add medicine بحكيلي ومع الطب فهو علم متداخل بين أو زي كانها نقطة وصل بين كل هذا العلوم وبيهتم بإنه يدرس لي Adverse effect of chemical substances وهذه النقطة اللي بتهمنا يعني لما أجيب لكم تعرف وأحكي لكم التوكسيكولوجي بيدرس لل Adverse effect of chemical substances رح تحكي لي true شو يعني ال Adverse effect هلأ ال Adverse effect ممكن أنه إحنا نحكي عنه اللي هي الآثار الجانبية لكن لو بدنا نحكي عن المعنى الحرفي لإله أو المعنى الحقيق لإله لأنه فيه فرق بسيط بين side effect وبين ال Adverse effect هلأ side effect اللي هي الآثار الجانبية بمعنى إنه الدواء لما ياخد ترخيص من FDA وينزل عمدي على السوق والناس بلش تستخدمه على الجرعة هاي اللي أخدت ترخيص عليها رح يفيد الحالة المرضية المعينة لكن ممكن يظهر أعراض جانبية وهاي الأعراض الجانبية بتكون الشركات المصنعة خبرت ال FDA فيها يعني مع التست والاختبارات اللي عملتها والتجارب ظهرت عندي أكم من واحدة من هذا side effect أو مثلا عند بعض الأشخاص ظهروا خمسة side effect عند أشخاص تنين ظهروا خمسة آخرين فهي بتجمع هذه الأعراض الجانبية وبتحكي على الجرعة العلاجية للمرض A ظهرت عندي الأعراض الجانبية واحد نين ثلاث تمام هلأ هاي الأعراض الجانبية إذا كانت طالما الدواء أخدت ترخيص معناته ال FDA شافت إنه الأعراض الجانبية هي قليلة أو يعني الإنسان بيقدر يتعامل معها ومنقدر نحكي نهاعادية مقارنة مع الفائد اللي أنا بأخدها من الدواء فإذا الفائد اللي أنا بأخدها من الدواء لعالج حالة مرضية معينة هي عالية والآثار الجانبية عندي تعتبر لا شيء مقارنة مع هاي الفائد العلاجية وقتها بتغاضوا عنها أو مش قصة بتغاضوا عنها الفكرة إنه يتقبلوها فالفكرة بتكون إنه أحد العراض الجانبية اللي ممكن تظهر لك واحد اثنين ثلاث وبيكون هذا إشي مكتوبة على روشيته في علبة الدواء وكمان الدواء بياخد الترخيص فهي بينما الـ اللي هي الآثار المتقدمة هيك معنى ترجمتها الحرفية وهي بمعنى إنه المريض إذا ما التزم مثلا بالدواء اللي أنا بعتبره دواء علاجي ما التزم بالجرعة الصحيحة تبعته وزاد عن الجرعة تبلش تظهر عندي هاي فهي آثار لأن الجرعة زادت عن حد المطلوب يعني معنى الحكي أنا ما استخدمت دواء علاجي بالجرعة الصحيحة لإله زادت عن الجرعة فصارت الجرعة عندي سامة من سميها Adverse Effect أو في إشي تاني إنه المادة اللي الجسم تعرض لها هي من الأساس ليست مادة علاجية هي من الأساس بطبيعتها مادة سامة فمن سميها Adverse Effect فأنا رح نشوف في محاضراتنا كيف إنه بعض المواد تعطيني Adverse Effect إذا زادت الجرعة وبعضها بطبيعتها هي بتعطيني هذا Adverse Effect من الأول فالفكرة كانت إنه التوكسوكوليجي بيهتملي بهذا الجانب من العلوم اللي هي الأعراض أو الآثار المتقدم اللي رح تظهر لي من جرعة أعلى من المستوى المطلوب أو من المادة بطبيعتها هي كانت سامة فمتعرفوا لي إن التوكسوكوليجي بدروس لي Adverse Effect هذي الأعراض وإنه نحن نشوفها رح نشوفها على يعني على الكائنات الحية نحكي عن فكرة يعني بيحكيلي هو مش بس كعلم يدرس الأعراض الجانبية هو كمان بس يدرس إياها بيشوف إنه كيف أنا رح أشخص إنه مثلا هذه الأعراض اللي ظهرت نسميها لتشخيص الأعراض اللي ظهرت related لأي مادة سامة فبالتالي علاجي لهذه الأعراض بصر عندي أسرع لما صر فيه عندي خبرة إنه هاي المادة السامة بيعليشها بواحد اثنين ثلاث من خطوات فبالتالي الأعراض اللي ظهرت هي إلها علاقة بالمادة A معناته علاجها هاي المادة أو العراض اللي ظهرت إلها علاقة بالمادة B فبالتالي علاجها بالمادة C مثلا فالفكرة كانت إنه هلأ رح نربط بين إنه علم التوكسو كل جه بدروس الـ بيربطها بأي حالات يعني هاي المادة شو بتسببلي والتريتينج تبعها إني أنا أعالج كيف إنه التعرض لهذا السومي كيف ممكن أعالجه تمام فهذا اللي شو رح نشوف ولكن أكتير إشان رح نركز إنه مثلا هاي المادة شو أعراضها السومي اللي بتسببليها وعلى أي مادة رح تسببليها ها رح تسببليها من جرعة واحدة أخدته من هذه المادة وللأني زادت في الجرعة طيب هلأ نفرق بين مصطلحين فيه إشي اسمه توكسنز وفيه إشي اسمه توكسيكامت هلأ لو بترجمهم بالعربية رح يطلق لنفس المعنى اللي هي مادة سامت لكن في علم السموم عندي فرق بين التوكسن وبين التوكسيكامت وهو الفرق بيرجع لأ المصدر يعني توكسن بحكي اللي هو مصطلح بطلقه على المواد الضارة اللي بتنتج من كائنات حية فإتس أهارفل سبستانس مادة ضارة بروديوست وذن تم إنتاج وذن لفنك سيلز أو أورغانيزمز يعني كائنات حية وخلايا حية مثل البلانت الأنمال والإنسكت يعني إذا كانت عندي نبتة سامة حيوان أفرز لمادة سامة يعني حشرات تفرز لأشياء سامة وبتسبب لأعراض تسميها هاي من سميها توكسنز بينما التوكسيكان بحكي ليه هو عبارة عن مصطلح عام وأشمل عام وأشمل بمعنى إنه مادة مصدرها طبيعي يعني مكائن حي أو مادة تم تصنيحها كمان فها هي الفكرة كانت من مصطلح التوكسيكانت فمصطلح التوكسيكانت إذن هو مصطلح عام وأشمل أوكي طيب بس طوان أشوف زميلكم أوكي طيب طيب فإذا مصطلح توكسين يا جماعة اللي هو لما تكون المادة سامة لكن مصدرها طبيعيا مصدر كائن حي لكن التوكسيكانت ما يكون عندي إما ناتورالي أكورينج أو مان ميد بمعنى أي مادة سامة ذي ممكن تكون مان ميد يعني من تصنيع من صنع الإنسان أو ناتورالي أكورينج اللي هي مصدرها طبيعي ناتورالي أكورينج اللي بتحصل طبيعيا يعني التوكسيكانت حي هي معنات ونعرف إنه توكسين بس بيرجعلي لما تكون المادة سامة من إفراج من بينما التوكسيكانت هو المصطلح الشامل أكتر من مصادر طبيعية أو مصادر صناعية أو الإنسان صمناها طيب فإذن اللي هلأ دخلوا جمعا حاضرتنا هي توكسيكولوجي بنعرف فيها علم السموم وحكينا هو العلمي بيدرس بمعنى الآثار المتقدم من مادة معينة يعني الأعراض السامة بنقدر نسميها وبشوف لكيف ممكن نعملها دياجنوز اللي هو تشخيص أربط كل واحد من هذه الأعراض مع أي مادة إضافة لذلك هل في طريقة لعملها تريتينج ولا لا التوكسين والتوكسيكانت كم الصلحات والفرق بينهم وهم يتكونوا عارفين أوكي فالتوكسينز اللي وحكينا سابستانس بتوديوس من لفنج أورغانيزمز أو لفنج سيلز مثل البلانت الأنمال الأنسكت بينما التوكسيكانت هي عبارة عن المواد مصادرها إما مانميد يعني مواد تم تصنيحها كيميائية أو مواد طبيعية طيب وهذه النقطة اللي حكينا عنها في البداية كمقدمة لأن نعيدها بحكي لي في عندي علاقة وطيدة بين الجرعة وبين التأثير تبعها وهذا الإشي بيهمنا كتير في علم التوكسيكولوجي بمعنى ممكن أن أخذ المادة على الجرعة مثلا واحد ميلي جرام وما تسبب لأي آثار سامة بالمقابل إذا أخذت على عشرة ميلي جرام تبدأ تظهر لي الآثار السامة اللي نسميها الأدورس أفكت أو التوكسيك أفكت ففي عندي علاقة بين الدوز وبين الأفكت تبعها بين الجرعة هديش الجرعة اللي عندي وشو الأعراض اللي ظهرت عندي ريليتد نسبة لهذه الجرعة أوكي فمهم تكونوا عارفين لهذه النقطة كمان سوى الإشي توكسيكوليجي بدروس نفرق بين مصطلح كتعاريف ونعرف أنه فيه علاقة جيدة وعلاقة مهمة بين الدوز وبين الأفكت أوكي طيب في عندي كمان عوامل بتأثر على الكيميكال توكسيسيتي أهمها والليستلة عم ركز عليها ورح نظل نركز عليها اللي هي دوساج سواء حكيت دوز أو دوساج نفس الإشي عم بحكي على جرعة بس مصطلحين مختلفين سو دوساج أو الدوز عم بحكي إنه الجرعة عندي هي من أحد العوامل اللي بتأثر على التوكسيسيتي بمعنى أقارن بين جرعة واحد ملي جرام وجرعة عشرة ملي جرام في فرع عندي بين الجرعات ممكن واحدة منها تسبب لي آثار سامة والتاني لا فعلا نقطة نقطة الثانية بحكي لي الدوريشن أوف إكس بوجر شو يعني؟ دوريشن يعني فترة فترة زمنية إكس بوجر التعرض بمعنى الفترة الزمنية اللي جسم الكائن الحي تعرض لهذه المادة السامة يعني ممكن أنا أتعرض لهذه المادة السامة لفترة زمنية قصيرة تعطيني آثار سامة ضئيلة بقدر أني أعملها أني أعالجها بينما إذا تعرضت لها فترة زمنية طويلة من حياتي وممكن أنه ما يصور إلها علاج لهذه المادة أو علاجها يكون أصعب فالدوريشن أوف إكس بوجر مهم هاي حالة حالة ثانية بالنسبة للدوريشن أوف إكس بوجر كمان أنه بحكيلي ممكن أن المادة بتدخل عندي على الرسم التدريجي بمعنى بتدخل جرعة صغيرة في اليوم الأول جرعة الثانية صغيرة في اليوم الثاني إذا راكمت الأيام وراء بعض يعني دوريشن أوف إكس بوجر صارت لأيام أكتر ممكن تبلش تعطيني آثار سامة بينما لو تعرضت لهاي المادة بجرعة خلال يوم واحد ممكن أني أنا ما أتعرض أو ما تظهر عندي أي آثار سامة بمعنى أنه بعض المواد لما تتراكم على فترة زمنية معينة تتراكم جرعتها وتزيد في الجسم بعدين بتسبب لي الآثار السامة ففي فرق بين أنه مادة لما أعطيتها للجسم مرة واحدة بجرعة كبيرة عطتني آثار سامة وبالمقابل بين مادة بدخلها على الجسم تدريجيا وهي تدريجيا بتتراكم في الرسم لما تراكمت وصلت لحد الجرعة اللي بتعطيني آثار سامة تكون ظهرت عندي هذه الآثار فنقطة مهم نعرف أنه الجرعة بتأثر عندي على الكميكال توكسيسيتي بثنين اللي دوريشن أوف اكسبوجر ثلاث الروت أوف اكسبوجر بمعنى طريقة اللي دخلت هذه المادة فيها على الجسم فهي طريقة التعرض لهاي المادة السامة جسن الإنسان لما تعرض لهاي المادة السامة هل دخلت عن طريق البشري عن طريق الجلد يعني هو لامس المادة فدخلت عن طريق بشرته ولا تعرض لها عن طريق الأكل مثلا ولا تعرض لها عن طريق الاستنشاق كلها تعيشلت بتأثر على السمية على جسم الإنسان أو على جسم الكان الحي أضافة لذلك بحكي لي كمان الـ age and الـ gender اللي هو الجنسة اللي عندي ذكرها اللي عندي أنثة الـ age هلا مش كتير اللي هو الـ gender بيأثر عندي لكن الـ age بيأثر كمان يعني ممكن أنه الطفل يتعرض للمادة السامة تظهر وواشرة عنده أعراض كبيرة بالمقابل نفس الجورة لما تعرض لها إنسان راشد ما كانت عنده هذه الأعراض عالية جدا فـ age and gender أو الـ age and sex بتأثر عندي تعتبر من أحد العوام اللي بتأثر على الكيميكان تكسيستي لكن اللي بيهمنا نعرفه واحد الدوسج ثنين the duration of exposure ثلاثة root of exposure نيجي هلا على نقطة كمان في هذا الإسلاد بنحكي إنه علم التوكسيكولوجي حاليا مش بس فكرة إنه أنا بشوف هاي المادة السامة شو الأثار السلبية تبعتها وكيف ممكن أعالجها وكيف الإنسان نتعرض لها إلى آخره بحكي لي بيستفيدوا منه إنه بعض المواد السامة تستخدم ممكن إنه أحولها لعلاج وأستخدمها في اللي هو علاج أكتر إشي حاليا مشهور إنه أستغل أو كفرصة من علم التوكسيكولوجي اللي هو العلاج للكانسر ففي الكانسر بيشوفوا بعض اللي التوكسينز اللي ممكن إنه أنا أستخدمها أحولها أستخدمها كده ولا شو اللي اللي هي الخلايا السرطانية الخبيثة اللي هي الورم يعني اللي بتكاثر أو بصر عندها اللي هي تكاثر بطريقة عشوائية بدون ما إنه هي نقدر نسيطر عليها فالفكرة كانت اللي هي تيومر سيلز اللي هي الخلايا السرطانية الخبيثة بتكون عندنا اللي هي كيف ممكن عملها ممكن يكون عنده تيومر سيلز خلايا سرطانية أو اللي بتنتشر كتير وتسمى حميدة لكن عادة مصلحة تيومر لما نستخدمه تيومر سيلز اللي هي عم نحكي فيه عن خلايا السرطانية الخبيثة فبيحكي لينه تكسيكولوجي حاليا بساهم في البحث في مجال السرطان سنس انه بعض المواد التوكسينز ولاحظوا التوكسينز اللي هي لها علاقة بجسم كائن الحي هو اللي يفرزها can be used as a drug for killing تيومر سيلز تستخدم لا بيجربوا انه يستخدموها للتخلص من التيومر سيلز طيب فستل عم نحكي في محاضرتنا كمقدم شفنا اهم من الصلحات شفنا الفروقات بينهم شو اهم الفاكتور اللي بتأثر عندي على التوكسيسيتي نشوف عندي ال goal of toxicity assessment يعني شو الهدف مني انا اعمل تقييم لحالة السمية اللي ظهرت عندي عن شخص معين بيحكي لي to identify the adverse effect of a substance يعني احدد انه هذه الاثار اللي ها علاقة وهذه الاعراض اللي ها علاقة بالمادة الفلانية فانا احدد هذا ال adverse effect related to substance التالي فبالتالي لما تظهر عندي هاد الاعراض بصير اسهل علي اكون حاصرة الخيارات اللي عندي يعني في بعض الاعراض مشتركة في اكتر من المادة بس على الاقل بكون حصرت ان هاد الاعراض علاقة مثلا ممكن يكون الى علاقة بالمادة واحد من ثلاث بروح اشوف الجسم اتعرض لاي مادة يعني قبل ما استنى اعمل تست وابل لا تطلع نتائج التست انا من الاعراض مباشرة ممكن اني اعالج الحالة السمية هاي وانقض حياة المرض بشكل اسرع فهذه كانت الفكرة انه كيف او يبرغط علم السموم بال اللي هي بالاعراض يعني ليش بعمل بشكل اسهل واسرع استلهد لا يغني انه انا ما اعمل التست بعمل التست اريدي باخذ عينه بعمل التست شو في عندي موات دخلت عندي على الدم لكن على الاقل بشكل سريع تعامل مع الحالة اللي عنا طيب بحكي الاعراض الجانبية او الاعراض السامة هاي الاعراض السامة هاي بتعتمد على عاملين اساسيا وهم كالاتي لو تلاحظ الدوس بتتكرر معنا كتير لو طريقة التعرض للمادة السامة هلا تعرضت لها اورل عن طريق الفم يعني دخلت على الجهاز الهضمي ولا انهلايشن دخلت عن طريق اللي هو الاستنشاق على الجهاز التنفسي ولا ديرمل عن طريق اللي هي البشرة فعادة اللي هو روت اف اكسبوجر بيكون محصورين بهذه التلات اه طرق اما اورل اما انهلايشن اما ديرمل الدوس او الدوساج بحكي اللي الدوس هقسمها لإشيين الدوريشن يعني فترة التعرض لهذه الجرعة اثنين تركيز الجرعة شفتوا لما في الساد السابق حكيت لكم في فرق بين الجرعة اذا تعرضت لها من اول مرة بجرعة كبيرة بالمقارنة ما اخدت الجرعة هي صغيرة لكن على فترات زمنية طويلة فترات كمت في الجسم فهاي العلاقة هون بين الدوساج والدوريشن حصر لها في هذه النقطة انه الجرعة رح تنقسم لاشيين الدوريشن الفترة الزمنية اللي اتعرضت فيها لهذه الجرعة المعينة او تراكيز هذه الجرعة يعني تراكيز كبيرة دخلت على الجسم مرة واحدة مباشرة بشوف اعراض سامة او تراكيز قليلة دخلت على الجسم لكن تدريجيا فالدوريشن كانت عندي كبيرة فبالتالي كمان اعراض سامة فنقطة نكون ناخدينها بعين الاعتبارين والأدورس الفت بتتأثر بعملين اساسيين الروتوف اكسبوجر والدوز صعب نحكي هلأ على عشان ذكر على الدوز بحكيلي او اكتشف اللي هي الجرعة بحكيلي انه السبستانس ار تستد ان بوث اكيوت ان كرونيك موديلز يعني عشان نتعمق في موضوع الجرعة اكتر بحكيلي بنشوف زي طريقتين موديلز او نظريتين اللي هما الاكيوت ان كرونيك نفس الفكرة اللي ذكرناها لكن مصطلحات وبتعريف تاني لما احكيلكم انه الجرعة اللي تعرض لها الجسم هي اكيوت او احكيلكم من الجرعة اللي تعرض لها الجسم هي كرونيك شو الفرق بينهم هلأ مصطلح كرونيك يعني مزمن مصطلح اكيوت لو بدي اترجمها يعني حاد شو المقصود فيه كرونيك مزمن يعني عم باخد يعني مرض مزمن مستورة على فترة زمنية طويلة هاد معنى كرونيك ككلمة كمصطلح اكيوت اللي هو حاد شو المقصود فيه او المعنى منه اني بستخدمه فيه المجال الطبي لما احكي انه الحال اللي عندي حادة بمعنى ما كانت عندي على فترة زمنية طويلة هي بخلال فترة زمنية بسيطة لكنها موجودة تمام فالاكيوت دوز الكرونيك دوز لما احكي على الجرعة اوصفها انها اكيوت او كرونيك غير عن لما ااجي على امراض احكي هذا المرض كرونيك هذا المرض اكيوت معنى مرض كرونيك زي ما حكينا مرض مزمن على فترة زمنية طويلة عادة تنبستمر لآخر يوم في حياة هذا الشخص لما احكي اكيوت ديزيز يعني مرض يمرض والانسان لفترة زمنية بسيطة وبيروح مثل مثلا الزكام الكولد اندفلو الانفلوانزا هيك لكن الكرونيك مثلا مثل الديابيتس مثل الهايبردينشن اللي هو الضغط السكري لما احكي على الدوز اكيوت عن دي كرونيك اكيوت دوسيج او اكيوت دوس بمعنى الجسم اتعرض لها مرة وحدة تمام والجرعة كانت عندي عالية لدرجة انها اعطتني اثار سام بينما الكرونيك الجرعة بتدخل تدريجيا على الجسم وعلى فترة زمنية طويلة بالاخير بعد فترة زمنية معينة بتبدأ تظهر لهاي الاثار السام فهذا هو الفرق بين اكيوت دوسيج والكرونيك دوسيج ذاك اللي تعرفون انه الدوسيج او الدوس بوث بيحكيلي اذا كانت large single exposure يعني الجرعة كبيرة والsingle exposure اتعرض لها الجسم بدفع واحدة مرة واحدة هيبوصفها انها اكيوت يعني اتعرضت للمادة مرة واحدة والجرعة كانت كبيرة فهي اكيوت دوس سببت التوكسيسيتي بينما اذا كانت الجرعة عندي continuous small exposure يعني الجرعة كانت small صغيرة والexposure اللي لها التعرض لهذا الجرعة كان continuous يعني مستمر على فترة زمنية طويلة هاي منسميها اللي هي الكرونيك فعندي chronic دوس acute دوس بوث اف ذام عندي two مادلز الاتنين بيعطوني بالاخر التوكسيسيتي لكن بيفرق متا بتبلش سوهر عندي هاي الاثار السم بالمقارنة مع acute أسهل لأنه أو التعرف عليها على أقل أسهل بغض النظر عن العلاج أو أنه تخلص من السمية وآثار السمية تبيتها بحكي لي بعتبرها واضحة يعني جرعة تعرض لها الدسم مرة واحدة أعطتني عراض سام ميقص مباشرة ويكون مثلا عارفها العراض العلاقة بالمادة اللي تعرض لها شخص خلال هاي الفترة بينما طبعا أنا خلال فترة زمنية طويلة صعب بصير علي البحث إنه شو المادة اللي سببت لهذه الأعراض أو سببت لهذه الأمراض لكن فكرة علم التوكسكولوجي بيحاول يربط بين الأعراض وبين المواد عشان يسهل التعرف على الحال السمية اللي عنا وبالتالي أسهل وأسرع لعلاجها ففي هذا الإصلاد تعرفوا للأدورس بشو بتتأثر وشو التو تبعتها وكيف إنه الدوز عندي ممكن تكون آكوت ويعني كرونيك والفرق بينهم أو شو معنى كل واحدة منهم هي آكوت و هي كرونيك نجي هلا على فكرة التسينك مثود يعني بشان يعمل اختبار لها المادة اللي يسام وللاء تذكروا مقلت لكم حتى الأدوية لما بدهم يصنعوها بدهم يتأكدون أنها آمنة على الإنسان وما بيروحوا مباشرة بيجربوها على الإنسان بيجربوها أول شي عندي في المختبر بعدين على الأنمال وبعدين على الهيومن فالتسينك مثود هاي عشان نتأكد هل هاي المادة سامة ولا لا هاي في مجال تصنيع الأدوية إضافة لذلك عرفوا لي هاي المصطلحات شو يعني طبعا هذا المصطلح مش بس بينذكر في علم السلم بينذكر في مجالات الطبية طب شو يعني إن فيفو شو يعني إن فيترو إن فيفو بمعنى أني أنا هلأ مصطلح إن فيفو إن جنرال بمعنى أنه الإشي عم بيصير في داخل لسم كان حي إن فيترو بمعنى أني بعمل أنا تس في داخل المختبر فلا أحكي إن فيترو بتسي تست في المختبر إن فيفو في داخل جسم كان حي فالتوكسيزة تيكسبريمنت التجارب إن أشوف هلها المادة سامة ولا لا ممكن إن أعملها إن فيفو إن أنا أجرب هاي المادة على أجسام كائنات حي وأشوف شو الأعراض السامة تبيتها أو بحكي اللي بجربها إن فيترو إن فيترو اللي هي بعمل تستع في المختبر على سيلز بأخذ الخلايا بعزلها من جسم كان حي بأخذها سيبأخذ خزعة أو بستأصل إشي وبعمل تست في المختبر لكن ما بأثر مباشرة على الجسم الكائن الحي لكن إن فيفو بمعنى أني أنا بدخل ما بدي على جسم كان حي طبعا شو بيعملوا بالأول أول شي بباشر إن فيترو وبعدين بروحوا بتطرقوا لها إن فيفو للتأكد مستحيل أروح مباشرة على إن فيفو أحكي الله عشان أخلص شغلي أسرع هاليش أريدي يعني عالميا ما بوافقوا عليه في مجالات هاي تست لازم يكون أول شي عندي في المختبر وبعدين بتجرب عندي على الأنمال فبحكي لي إن فيفو using the whole animal في مجال توكسيسيتي فإن فيفو بيستخدموه الحيوان كاملة بمعنى أني بجرب على الحيوان إن فيترو بعمل تست على خلايا يعني عزلتها يعني أخدت عينة من السلز أو عينة من التشو عينة من الخلايا وعينة من الأنسجة وحطتها عندي في المختبر على السلايد وعم بعمل عليها تجارب وحط عليها المواد هذه السامة وبشوف شو استجابة هذه الخلايا وهذه الأنسجة للمواد السامة اللي عند في عنا إش بسموه non-human animals already non-human أكيد animals المقصود إن بجرب على الأنمال وفي عنا كمان alternative testing method لأدام صارت فكرة تني أضل أعمل تست على الأنمال مربكة تسبيا في العالم إنه ليه بدأ أضل أجرب على الأنمال طب الأدوية وزي آمننا تمام الأدوية لأنه بالأخير رح أحطها على الإنسان والإنسان رح يجربها فلازم أعمل تست على الأول شي في المختبر بعدين على الأنمال وبعدين بالأخير عم بجربها على الهيومن نفسه هاي كأدوية لكن ليه أضل أجرب مواد سامة على الحيوانات أريدي ما رح أروح أجربها على الإنسان هادو أشي مفروغ منه حتى لو بدي أعمل toxicic experiment فالفكرة كانت إنه لا أدام ما أعتم فكيرهم بهذا الطريقة أوجدوا طرق تانية عشان أشوف أو أثبت سمية مادة بدون ما أضر هذه الأنمال فشو كانت الفكرة أول شي خالي نحكي اللي هي الطريقة اللي بيعمل فيها بتجارب كلاسيكية التقليدية وهي كالآت كانت على الأنمال بجرب على الحيوانات ما بجرب على الإنسان بجرب على الحيوانات اللي بتكون تركيبتها البيولوجية أشبه بالتركيب البيولوجية تاعت الإنسان يعني شو الأنمال اللي عندي اللي تركيبتهم البيولوجية قريبة من الإنسان هاي اللي بعمل تست عليها ليش؟ لأنه الهدف من هذا التست اللي أنا بعملها إنه أشوف شو الأعراض اللي ممكن تظهر على الإنسان عشان أحمي هذا الإنسان سوالفكرة كانت انهم بيجربوا على يعني على الثديات الصغيرة وعلى الفقاريات وريد فقاريات الثديات اشهر امثلة على الحاوانات اللي منجرب عليها سواء في التوكسيكولوجي تيست او حتى في على الادوية في عنا القرود كلها ثم نعرف هذا الاشي في عنا الفئران وفي عنا كمان الارانب وجدوا ان الارانب تركيبتها البيولوجية او استجابة اجسامها لمواد معينة مثل الادوية ومثل المواد السومية بتشبه كتير طريقة استجابة جسم الانسان لهذه المواد فعشان هيك هلا عم بجربة وشعة الفئران في ناس تجربوا بباشرة على القرود بيحكوا لك بتشبه تركيبتها تركيبت الانسان بالنسبة الارانب هذا الجديد يكتشفون ان الارانب كمان استجابة اجسامها بتكون كتير مشابه لإستجابة جسم الانسان فكما ندخلوها في نطاق الابحاث هاي طيب فهاي اللي كلاسيكل او اللي كلاسيكس تول او او اكسبرمنت الطريقة التقليدية اني بستخدم على الانيمال الطريقة التانية اللي هي الالترنتف تستنج مثل اللي هي طرق عمل تست الالترنتف يعني البديلة بيحكيلي الالترنتف تستنج الانيمال مودل ريمين ازا ميثود او استمييتن ايومان افكت الاحسدل انه اللي اعمل تست على الانيمال على الحيوانات هي بتضل الطريقة اللي انا بقدر اقدر شو الاعراض اللي احتظهر عندي على الانسان اللي عيش لانو حكي عن التركيب البيولوجية على الانيمال او في الانيمال المشابه اللي موجود عندي في الانسان فالافكت مثلا بنسبة تستنج بالمينة تظهر عندي كمان على الانسان فهي تقديري لهذه الاعراض بتكون اوضح تمام لكن في عندي الاثيكال والتكنيكال صار عندي زي ما حكينا صار اشي مولي بك اللي هي الاشياء خلنا نحكي الاخلاقية حقه الحيوان فوقفوا فكرة اني اضل اعمل تست على الانيمال استل في ناس بتعمل وهذا الاشي ليس ممنوع لكن فكرة اني اضل استمر اعوال بكميات كبيرة زي حدو منه فصار في عندي هادي الالترنتيف تستنج مثود شو هي الالترنتيف تستنج مثود بحكيلي بعمل تست عن طريق اشي منسمي الكمبيوتر مودلينج بمعنى اشكال ثلاثية الابعاد لا المادة استعمل وتركيب يعني شو تركيب الكيميائية لالها هاد اشي ظاهر شفته لما بالكيميا الحيوية لما بعض شفنا كيف انه الانزامز بيعطوه شكل معين وحكينا هاو بيكون شكل التجويف وهنا كيف عرفوا هذا الاشي لكل ذرة بيعطوها شكل وبالتالي لما يكون عندي ذرات الكيميائية معروفة فبالتالي انا رح اكون عارف انه اعطي شكل معين عبر الكمبيوتر مودلينج في برامج معين بتعطيني اللي هو الهيكل الخارجي لهذه المادة تمام فبيكون مصور للمادة وبكون مصور لكمان المكان اللي ممكن ترتبط فيه في داخل اجسم الانسان مثلا وبعد الارتباط شو رح يصير عندي تغيير على الخلايا فك بيستخدم الكمبيوتر مودلينج is an example of alternative testing method using computer model or the models of chemicals and protein المستقبلات اشكال المستقبلات في جسم الانسان اللي حكي المستقبلات هي عبارة عن protein بطبيعته proteins protein ات والchemical سبع المادة اللي هلأ بعمل عليها تستاشن اشوف قديش هي سامة بكون عارفة تركيبتها الكيميائية فعبر الكمبيوتر مودلينج بصير فيه عندي زي تخيل لهذا الروابط اللي رح تصير وبعدين بعد ما اصير هذي الروابط شو رح يصير عندي تغييرات وكمان بيعطيني على شكل معين بظهر عندي في الكمبيوتر مودلينج فبنسميها هاي الطريقة اللي هي اللي هي العلاقة بين النشاطية وال اللي هو التركيبة فبشوفوا تركيبة المادة السام اللي أنا هلأ عم بدرسها مع تركيبة البروتين بصيباتهم مع بعض شو رح يعطيني كيف رح يؤثر عندي على تغيير الاكتيبتي أو نشاطية الخلايا أو البروتين أو الموجودة في اللي سمعنا فبالتالي عبر هاد الطريقة لما أحدد الاكتيبتي ريليشنشيب كامبي ديترمان لما أحددها عن كيميكال الاكتيبتي كيف رح يصير فيه عند الارتباط كيف رح يصير فيه عندي يعني هاي المادة لما دخلت عندي على جسم الانسان وارتبطت في هذا البروتين وغيرت في طريقة نشاطيته بهذا الطريقة عملك تدخلت في آلية تعمله فكل هاي انشاء الله تظهر عندي في الكمبيوتر مودلينج اللي هي حددت الكيميكال لما صار اللي كيف تغير الشكل شو صار فيه عندي انترفير تدخلات فيه النشاطية أو آلية العمل بروتين with essential function كيف صار عندي تغيرات في الـ function تبع هذا البروتين اللي هي وظائفها كل عادة كان بي identified كل عادة بممكن يتم تحديدها فبالتالي بكون عارفة المادة لما ارتبطت اثرت عن نشاطي بهذا الطريقة هذا البروتين بكون انا عارفة انه عالية أو آلية عمله فبهذا الطريقة بيكون حدد يعني من الاساس ما بيكون عارفين هذا البروتين أو هذا الخلي اللي تعملها 1-2-3 في الجسم لما المادة السام ارتبطت فيها معناته رح تفقد وظائفها فبالتالي رح تظهر عندي الاعراض 1-2-3 زي كان بالتنبؤ بيسوها لكن زي ما قلت لكم الستل بيعملوا كمان على الانيمالز يعني الطرق التقليدية لحد هلها هي اللي بتعطي النتائج أوضح لأنه عم بشوفها قدامي كعراض عم تظهر على الانيمال اللي تركيبت البيولوجية نفس تركيب البيولوجية للإنسان أو قريب جدا من تركيب البيولوجية للجسم الإنسان بينما الكمبيوتر مودلينج هي كانت فكريتها بس أحدد من فكرة ما يكون في عندي أعمل تست بشكل وكميات كبيرة وبشكل عشوائية على هذه الانيمالز طيب فإذا في هذا السلايد جماعة ما نكون حكينا عن التستين مثود فالتستين مثود يعرفوا للطريقة الكلاسيكية اللي هي على الانيمالز أو نسميها الانيمالز والتاني اللي هي الالترنتر تستين مثود شو هي هي الكمبيوتر على على إيش وبتعتمد على الشيخ شو يعني مصطلح من وشو يعني مصطلح من بهترو بهذا السلاد حكينا أغلى الأفكار هي ركزوا عليها كاملة اللي هي الالفرق بين والفرق بين الأكتو وأنت كرونيك دوز وأكيد يعرفوا الفرق بين التوكسين و التوكسيكين هذا ستام بيجي عليه السؤال شو الفرق بين التوكسيكين هي التوكسيكين هاي التوكسيكين رحتي كولي فولس لكن لو قلت لكم التوكسين هي اللي بتعطيني من اللي هي الشمال كتعريف الناتور والمان ميد سبستانس فلحدة اللي جمع من حضرة المقدمة تكون خلصت حكينا عنهم بالأفكار علم التوكسيكين بشو بيعنى بشو بيهتم بشو المصطلحات المهمة شو فكرة الدوز الديوريشن كمان هاي مهمة ركزوا عليها و الروت أوف إكسبوجر لحد هون يا جماع في حد عنده أسؤال على البارتي اللي أخذنا في محاضرتنا اليوم اللي منرجع مندخل على فكرة نشوف أمثلة على المواد اللي بتعطيني آثار سامة نصر نشوف هاي المادة شو بتأثر عندي عجل اسم الإنسان شو شكلها شو الاسم اللي لازم نكون عارفين ومنها إلى آخر فأبريكي يا جماع عشر داعي ومنرجع إن شاء الله الله يعافيكم يعطيكم العافية كمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب يعطيكم العافية يا جماع نكمل هلا على محاضرتنا بعد البريك طيب نحكي هلا على بمعنى المواد الكيميائي اللي عندي تأثيرها على الصحة وشو علاقة بعلم التوكسوكوليجي بمعنى آخر وأسهل إنه الكامواد الكيميائي اللي رح نذكر هلأ أمثلة عليها شو إلها علاقة شو أثر السمية ما تبدلش تعطيني هالأعراض السمية إلى آخر طيب أول مادة معنى اللي هي آلكهول هلا بهمني تعرفولي اسم المادة تمام رمزها أو مش كثير تركزون العلمز مثلا عرفوا لأنه إثال آلكهول أو لو قلنا إيثانول نفس الشي عم نحكي عن نفس المادة تمام فعرفولي اسم المادة الفعالة اللي عندنا استخدامها مش كثير بسألة عنه يعني لكن إجمالة لما بدي أعرف المادة هاي بأكون عارفة شو بتستخدم؟ بالعادة بيستخدم الكحول لدينا كسولفنت سولفنت يعني مادة مذيبة يعني في بعض المواد ما بتذوب عندي مثلا في الووتر أو في بعض المواد ما بتذوب عندي في الأويل أو حسب طبيعة المادة اللي عندي فالكحول بيدوب بعض المواد فبستخدم عندي الكحول كسولفنت التوكسيسي سمتومس نشوفه الأعراض التامة اللي هي إليها علاقة بالكحول طبعا هذا السلايد عبارة عن ملخص بعد ما رح تشوفه لما نحكي عن هاي المادة ملخص لإلها وبعد ما رح نتعمق أكتر كيف بتسبب لي هذه الأعراض السامة للفكرة يعرفوا لي من هون التوكسيسي سمتومس سبعة الألكول عليش بيأثر لي بيحكي لي واحد بيأثر على نيربس سيستم بيحكي لي نيربس سيستم بيحكي لي يعني الجهاز العصبي حساس جدا بيتأثر بأقل جرعة من الكحول حتى لو أخذت جرعة كتير قليلة كمان بيأثر لي على الجهاز العصبي فإذن التأثير الأولي والأساس تبعي لك حلوة على الجهاز العصبي على الأطفال وعندي على الأدلتس الكيدس عندي أو تشيلدرين بيحكي لي بيأثر لي على الايكو تبعهم على نسبة الذكاء بيصير من خفضة ليرنينج عن بيهيبير بروبلمز بيهيبير بروبلم يعني عندي مشاكل في السلوكيات وفي التعلم زي في عمدي تراجع في الذكاء أو نسبة الذكاء بتكون قليلة عند الأطفال اللي تعرضوا للكحول ومشاكل في التعلم وفي السلوكيات وضبطها إلى آخر بالنسبة للأدلتس بيحكي للناس بظل مستمرة على استهلاك الكحول بجرعات عالية أو بنحكي نها بلسوا تعطين أعراض سمية منه بيكون في عندي ماموريلوس اللي بيصر في عندي زي بينسوا أحداث مهمة صارت معهم بيفقدوا شوي من الذاكرة وهذا الأساس في عندي أو هذا المهمة يعني في الأعراض اللي هو الكحول عندي وهي تأثير الكحول على الكبد شو بصدر عندي على الكبد هاي رح نتعام مقفية إن شاء الله وكانسر بيحكي له مرض السلطان في الجنرال الألكول بأثير عندي على النيرف سيستم وفي عندي أعراض تانية أو اللي هي حالات سمية تانية اسم الكحول اللي بي نحكي عنه اللي هو الإثال الألكول أو الإثانول أوكي ورمزه CH3 CH2 OH مش مطالب منكم الرمز يعني هلها كلها اللي بحبي يعرفه طيب الألكول الألكول بحكي لي are اللارج كلاس أوف كيميكال كمباند كاركترايز باي أن OH اللي هي الأكسجين آنت هايدرين اللي بسميها الهايدروكسل التاج تو كاربون آتم هاي مثلا يعرفوها إنه الكحول على أي مجموعة واطلق الكحول هل بس عندي نوع واحد من الكحول هل لما أحكي هل مادي كحول يعني عندي بس مادة واحدة بحكي لي لا هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الأدوية كل أو مش بس أدوية مواد خلال نحكي كل المادة بتحتي وعلى الOH اللي هي مجموعة الهايدروكسل مرتبطة بسلسلة من الكاربون بتكون تصنف من مجموعة الكحول الشائع جدا نوعين الميثانول وعندنا الإيثانول أوكي The simplest آلكول أبسط كحول لعندنا اللي هو متصل بمثل جروب واحدة بCH3 واحدة اللي بيكون نمزه CH3 OH تمام فالأساس في مجموعة الكحول اللي هي الهايدروكسل اللي هي الOH اللي هون وبالمناسبة يا جماعة المادة اللي بيكون في تركيبتها الهايدروكسل بيكون بنهاية اسمها مقطع OL OL Methanol Ethanol OL الOL تدل على وجود الكحول الفكرة أبسط كحول عندي لما تكون مجموعة الهايدروكسل المرتبطة بكاربون واحدة اللي هي CH3 هاي اسمها أو المادة بيكون اسمها Methanol لأنه هاي Methan Methanol يعني بغض نظر على التفاصيل اسمه الwood alcohol اللي هو بسموه زي كحول الخشب طبعا الميثانول بطبيعته هو highly toxic همنا نفسر نفرع بين المادة هل هي بطبيعتها toxic ولا على جرعة كبيرة صارت toxic فبيحكي الميثانول على أقل جرعة منه على أعلى جرعة منه بكل الحالات هو toxic فهو highly toxic and undesirable contaminant for some homemade alcoholic beverage بحكي لي للناس اللي بتستهلك كحول بتعتبروا اللي هو عادي من نظام الغذاء مثلا بحكي لي إذا كان حتى في نسبة ميثانول داخلي في تركيبة اللي هو homemade alcoholic beverage يعني للناس اللي بتصنع المشروبات الكحولية تبعتها بينها وبين حالها في ناس بتعرف تمام فالفكرة منه لو كان في عندي نسبة ميثانول في المشروب الكحول اللي عم بجهز عشان أستهلك كإنسان نسبة الميثانول هي بعتبرها ملوث فهي مادسة بطبيعتها يعني للناس اللي بتستهلك كحول تي بتستهلك الإيثانول وليس الميثانول الميثانول لا يستهلك من قبل البشر أوكي فالميثانول بطبيعة وطوكسك هيعرفوها ثان نحك عن الإثل آلكول اللي بلشنا محاضرتنا فيه اللي هو من الكحول ركزنا على الإثل آلكول لكن كان لازم نذكر الميثانول أوكي هلا الإثل آلكول بحكيلي يعني هو الشكل اللي أنا ما بعتبر بطبيعة مباشرة على أقل جرعة من الكحول هو الشكل اللي من التخبر اللي عندي بصير لبعض المواد تمام وبيكون موجود عندي في أغلب المشروبات الكحولية اللي بصنعوا فيها يعني الإثانول أوكي شو شكله أو بتركب تلكمية CH3 CH2OH يعني عندي 2-carbon فهو اسمه إثانول طيب الإثانول هل ذكرنا أنه بطبيعته توكسك لا لاحظوا شو حكو بطبيعته هو intoxicating form of alcohol يعني هو الشكل الغير سام من الكحول الإثانول أو الإثالالكول أوكي لكن الميثانول هو توكسك هو highly توكسك بغض النظر عن الجرعة تابعي طيب شو الفكرة من الإثانول أو ليه سمنا ورح ناخده كمثال لمادة سامة بيحكيلي الإثانول أو الإثالالكول باسمه التاني بيصير له metabolism في داخل الجسم تحديدا وين في الكبد نسبة الكحول العظمة في الرسم لما أصر لها metabolism وين بتصر عني في الكبد مرة 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 بصر في عندي metabolism نتيجة metabolism مادة بسمها metabolite in general ذكر لم أقلت لكم أي مادة بصر عليها metabolism شو عن metabolism تفاعل كيميائي في داخل الرسم كان في رسم الإنسان صار عندي تفاعل كيميائي في أي تفاعل كيميائي بحكي عن كيمي في عندي متفاعلات وفي عندي نواتج للتفاعل صح حي متفين عليها النقطة ناتج التفاعل لما يكون في داخل أول شي لما يكون التفاعل في داخل الاسم كائن حي نسمي metabolism ببطل اسمني chemical reaction بصر اسمي metabolism ناتج التفاعل ببطل اسمي product بصر اسمي metabolite فأي ناتج لتفاعل كيميائي في جسم الإنسان شو اسمه metabolite زي كيف كنا نسمي نواتج هاي اسمها metabolite لأنها ناتج لها metabolism الفكرة مرة عمرة بصر عندي metabolisme للكحول ناتج هذا المتابوليزم اللي هي metabolite تبعث هذا التفاعل بس تتراكم بتبلش تعطين الاثار السام وهذا اشي مذكور في آخر نقطتين فالاسلاد بحكيلي في عندي انظام معين اسمه alcohol alcohol dehydrogenase ADH هذا يعرفوه برمزه وبشكله يعني باسمه برمز طبعا alcohol dehydrogenase هذا الانظام موجود في جسم الإنسان بيعمل على metabolite للالكول وبحاوله لمادي بسميها الاسيتالدهايد الاسيتال الاسيتالدهايد الالدهايد تذكر حكينا عنه الديهايد وعنه كيتون هذا حكينا في المادة الكيمي الحيوية تبعونا نحكي عنه انه بعض السكريات هي الديهايد وبعض السكريات هي عبارة عن فيها كيتون تذكروها كيف كان شكل الديهايد C-double-Bond-O-H الفكرة الاسيتالدهايد كمادة هون هي التوكسك معناته الكحول بحد ذاته الإثانول ما كان سام لكن المادة اللي نتجت منه بعد ما عملنا تفاعل أو بعد ما اصر عليها تفاعل في جسم الإنسان أنتج الاسيتالدهايد هاي المادة هي السام إذن الكحول في جسم الإنسان بيتحول لأسيتالدهايد عن طريق أي تفاعل عندي إنزام اسمه الالكول ديهايدروجينيز ADH هو اللي بيحول لي الإثانول لمين لأسيتالدهايد لأسيتالدهايد is toxic with elevated level على جرعات عالية اللي ما تبلش تتراكم عندي في جسم الإنسان بتصير تسبب لفلاشنج هيدك نوجيا and vomiting فلاشنج و هيدك بنعرف الصوضاع على من رأس نوجيا الغثيان بصير في عندي حمرار في الوجه ارتفاع درجة حرارة نفس الإشي في الإيدين بصير في عندي زي شو نسميت زي الهبات الحرارية أو الحارة نسميها اللي هي الفلاشنج إلا ما تكونوا شفتوا فكرة إنه واحد مثلا أول مرة بيستهلك كحول في حياته شو بصير في عليه مباشرة نوجيا و بصحتان يوم بيحكي لك عندي هيدك صح؟ يعني بغض النظر وين شفتوها على الواقع ولا في حتى الأفلام أو أي شي الفكرة أنه استهلاك الكحول بجرعة كبيرة أول مرة الجسم مش متعود عليه بتعطيني هاي الآثار مع ذلك للإستمرارية مثلا بلش الجسم يتعود عليها مع الاستمرارية الأسلزة للدهايد تتراكم في الجسم تسوي للشتعطين التوكسيك إفكت هذه الأعراض تظهر بشكل مباشر تمام؟ معناته في بداية توكسيسيتي لكن لما تتراكم الأسلزة للدهايد في الجسم على فترات زمنية طويلة تبلش تسبب لي وين المشاكل في الكبد ليش؟ لأنه الإنزام هو أساسا من اللي أفرزه عندي الكبد يعني كل هذا التفاعل وين بصر أريدي في الكبد وذكرناها النقطة هون وسطة الإنزام اسمه الايكول الريهادرجينيز تنتج المادة الأسلزة للدهايد وين بتضل هاي المادة في الكبد ما بتطلع من الجسم فبضل تتراكم عندي فبندرس هلها علاقة الكحول والليبر اللي هي لما تبلش الكحول تتراكم في الدسم على شكل أسلزة هايد شو هي الأعثار اللي حتبلش تظهر عندي خلق بحكي ها نقطة شرحناها ذاكرة هون إنه تأثير الكحول على الكبد هو إلو علاقة في الجرعة دوز ريليتد يعني حكينا لما تتراكم الجرعة وتوصل لحد معي تبلش يتأثر عندي الكبد سلبا كل ما استهلك كمية أكبر كل ما كانت تأثير السام أكبر تمام أول إشي كاثار سام تبلش تظهر عندي على الكبد بسبب هذا الكحول وتراكم الأسل ده هاي ده اللي في الكبد بسبب الكحول واستهلاكه بكميات كبيرة يعني واحد بصير بحكي لي تبلش تظهر عندي دهون على الكبد بصير في عندي اللي يسميه فاتي لفر أوكي فالدهون اللي على الكبد بلش عندي تتراكم هاي في البداية شو يعني دهون على الكبد يعني الكبد غير قادر على إنه يتخلص منها هاي الحالة هاي الحالة لا تعتبر خطيرة جداً بالمناسبة في ناس ما بتسهل الكحول وكمان بتعاني من الفاتي لفر لأنه السمنة والأكل الغير صحي بسبب لهاي الحالة تمام فنقطة مهمة إنه إن جنرال فاتي لفر هاي المرحلة المبدئية بتكون So early بالبدايات بصرفي عندي accumulation تراكمات في الفات in the liver as a result the metabolism or as a result كنتيجة للميتابوليزم أو في الآيبون لأنه بصرفي عندي ميتابوليزم للكحول بشكل كتير كبير فالشتظر عندي فات على الليفل الكبد ما غير قادر على التخلص على من هاي الفات ها نقطة لأدام لما صرفي عندي heavy drinker يعني شعني heavy drinkers يعني للناس اللي بتشرب بشكل كتير كبير مبالغ فيه heavy أوكي مصطلح heavy بالمناسبة اللي حاله بمعنى ثقيل لكن مقصود فيهم heavy drinkers اللي هو بكميات كبيرة بصرفي عندي inflammation فالمرحلة التانية من المشاكل اللي بتصري عندي على الكبد واحد كان عندي فات على الليفل اثنين inflammation التهاب منسميها alcoholic hepatitis شو يعني alcoholic hepatitis التهاب الكبد له علاقة بالكحول منسميها inflammation يعني إذا عملنا test ولأنه التهاب الكبد سيب واستهلاك كمية كبيرة من الكحول من شخص هاي الحال اللي نقلها علاقة بالكحول فاسمها alcoholic hepatitis طب معلومة لكم يا جماعة إذا أنا بقرأ في بحث علمي أو بقرأ في أي مجال أي إشي ولقيت مصطلح بمتهي به itis تمام وأنا ما بعرف شو هذا الكلام اللي هون ما بعرف شو معناته بغض النظر شو كان عندي هون لكن الكلمة بتمتهي itis هذا المقطع علميا بمعنى التهاب فلاحظوا alcoholic hepatitis hypotech يعني liver itis اللي هي التهاب فإذا أنا ما بعرف شو معنى هذا الكلام على الأقل بصير عندي خلفية أو صورة فيها عندي التهاب في الجسم بغض النظر وين فمصطلح itis هم حطو لا الانفلاميشن فرح تلاحظوا هذا الإشي ممكن أتكرر معكم كتير إشي itis يعني عندي التهاب الفكرة إنه رقم اثنين من المشاكل بلش تظهر عندي في الكبد بسبب الكحول اللي هو الانفلاميشن فمسميها alcoholic hepatitis للليبر صيب الميتابولايت وفي الالكول اللي سمناها الاسيتالجهاد produced by the liver are toxic to the liver cell هي بحكي الاسيتالجهاد هاي المادة هي سامة لخلايا الكبد as consumption continues يعني لما يستمر فكرة الاستهلاك تبعات الكحول the liver become less functional بصير الكبد عندي فعالته ونشاطيته أقل يعني غير قادر على القيم بوضائف على شكل أساسي as a process starts or that can lead to cirrhosis or scarring of the liver يعني أول إشي صار عندي فاتحة على ال liver لأنه أول شي خلال الكبد بطا تقوم بوظيفتها على المستوى الصحيح في المستوى المطلوب فصار في عندي تراكمات في الكبد أو في الدهون على الكبد واحد اثنين صار عندي inflammation عاد إذا استمرت الحالة ثلاث إذا اتفاقمت الحالة أكثر لسادة والمريض عم بيستهلك أو الشخص عم بيستهلك كحول ومش عم يتبه لحاله ولا ألل وهي بدرينكر زي يعني نحكي عنهم مدومين الكحول دول بصار في عندهم تليوف في الكبد فبصار عندي اللي هو اش منسميه cirrhosis cirrhosis اللي هو تليوف في الكبد أو بسمه بطريقة اللي أبسط اللي scarring على الكبد زي النودب على الكبد اللي هي التليوف تبع الكبد اوكي continued drinking can result in death استل إذا الشخص يستمر صار عنده تليوف في الكبد وللساته مستمر سواء هو شخص ولا ما شخص يعني هو مش هام ويعمل تست على صحته بس يستمر بسبب هذا الاشي للوفا ليش الكبد عندنا يا جماعة ده صار عليه تليوف معناته غير قادر على الكيم وظيفته أبدا شو وظيفته الكبد تذكر حكينا هو المسؤول عن أنه يعمل نقطة التفتيش لأي مادة اسام تدخل على الجسم يتخلص منها أي دواب آخده أي مادة أي تركزة زيادة ما بداخلها على الدم مباشرة بيقلل منها وبداخل الكمية الآمنة على الجسم فالكمد هو نقطة الأساس تبعتي detoxification هي إزالة السمية فإذا ما كان إزالة السمية هو كمان تألف مباشرة بصرفي عندي death لجسم الإنسان هذا اللي هو الوفا so continued drinking can result in death but if the drinker stopped functioning of the liver can improve so but if the drinking stopped يعني إذا وقف الواحد شرب functioning of the liver can improve يعني مثلا واحد الشخص أنه عنده التهاب في الكبد بسبب الكحول إذا وقف شرب وارد جدا أنه وظيفة الكبد ترجع اللي هو recovery اللي هي زي تتعافى وكي وترجع لمستوى الطبيعي however underlying damage is not reversible إذا وصلنا لمرحلة السيروس تليوف يعني هذا دمج حقيقي للخلايا 100% هذا غير قابل للإصلاح وإن كان أنه ال liver هو العضو الوحيد في جسم الإنسان أني أنا بقدر مثلا مش بعملوا زراعة للكبد أنه مثلا باخد جزء معين من هذا الكبد وبزرعه من شخص وبزرعه في شخص تاني والشخص اللي أخد جزء من الكبد بيرجع اللي بينمو مرة تانية هو العضو الوحيد اللي بينمو استيل بحكيلي إذا صار فيه عندي دمج ووصل لمرحلة السيروس بسبب الكحول الـ underlying damage ممكن يكون غير قابل الاسترجاع يعني خلايا نفسها اللي تدمرت ممكن أنها ما ترجع تمبرة مرة تانية ووصلنا لمرحلة السيروس لأنه لكن فكرة إنه إذا تم تشخيص مبكر إنه في عندي مثلا فات على الليفر بسبب الكحول أو inflammation بسبب الكحول إذا وقفت ممكن الفانكشن ترجع لمستواها الطبيعي يعني الكبد يرجع يتعافى طيب فإنتوا عرفوا لتأثير الكحول على الكبد تدريجيا كيف بيكون اللي هي فات على الليفر اللي هي فات الليفر ماسميها اثنين inflammation اللي هي مسميها الالكول كبتاعة الثلاثة آخر مرحلة اللي هي السيروسوس واللي بعدها مباشرة اللي هي الديث هل ممكن إذا وقفت للدرينكينج يرجع مستوى اللي هي function of the liver لمستوى الطبيعي ممكن طيب في نقطة مهمة كمان طالما عم نحكي على الفكرة إنه أنا عم بستهلك كحول والكحول استهلك وشو ممكن سيبلي عندي كمشاكل سمية في اسم الإنسان نذكر فكرة اللي هي إيش يسميه الفيتال آلكول syndrome disorder اللي هي الFASD الفيتال آلكول syndrome disorder بمعنى اللي هي استهلاك الأم الحامل للكحول أثناء فترة الحمل شو ممكن يتأثر عندي على الجنين الفيتال اللي هي من الجنين الألكول syndrome disorder اللي هي مشكلة استهلاك الكحول بمعنى اللي هي متلازمة ما معنى هذا الكلام بمعنى انه الاعراض اللي رح تظهر عندي على الفيتس او على الجنين بسبب استهلاك الكحول رح تظل مستمرة معه طول حياته حتى لو الام الحامل وقفت استهلاك الكحول لانها هي استهلاكته في البداية اثناء فترة الحمل بحكيلي يعني لما الام الحامل تستهلك كحول خلال فترة الحمل and is one of the leading causes بسبب لي ركزوا لعكلمة permanent يعني دائم permanent learning disabilities بصر فيه عند الطفل هاد الام استهلاكة كحول اثناء فترة الحمل الجنين هذا تأثر بعد الولادة بيضل عند الطفل مشاكل في التعلم مشاكل دائمة فpermanent learning disability and physical growth deficiency ممكن يكون كمان فيه هنا مشاكل في النمو الفيزيكلي يعني على تظهر على الجسم اللي هو مثلا نمو عنده بطيل نمو عنده متأخر مشاكل في النمو شكل الجسم ممكن يتأثر فنقطة مهمة الام الحامل تبعد عن اي مصادر تأثر على جنينها بغض نظره شو كانت تعمل قبل فترة الحمل بتدخن بتشرف كحول هذه شي برجع لها لكن خلال فترة الحمل لازم يبدعناها إن شاء الله تحديدا الكحول يعني تصبرها التسع شهور ولا يصير في عندها مشاكل عند طفلها على مدى حياته التسابيرمنت learning disability والفيزيكالي جرويث ديفيجنسج عشان هيك بسموها السندروم مصطلح السندروم يعني متلازمة متلازمة يعني بتلازمة طول حياته العراض اللي احتضر عنده رح تضل مستمرة معه فالفيتل آيكوليك سندروم ديستوردر كان فكرة إنه نذكرها وننوه عليها الشي علاقة بي اللي هي سميت الآيكول خلال فترة الحمل طيب فإذن هيك يا جماعة ما يكون حكينا عن الآيكول ركزنا على فكرة الإيثانول أكتر إشي لكن بالبداية كمان ذكرنا عن الميثانول وحكينا أنه بطبيعة توكسك إذن الإيثانول يا جماعة ما تبصر توكسك إلو علاقة بالإيش إلو علاقة بالدوز أوكي It's a dose related ها نقطة مهمة تكونوا عارفين أن الكحول هو dose related بس أولي مشاكل في الجسم كحديدا على وين على الليفر شفنا اللي هي المراحل الجرع بالبداية كانت قليلة ففي فات على الليفر اللي هي الفاتي الليفر 2 زادت اللي راح صار عندي inflammation 3 زادت صار عندي cirrhosis أكينا هل الإيثانول هو السام؟ قلنا لا الميتابوليت تبعيته اللي هي اسمه الأستلدهايد هي السام واضحة فكرة الكحول يا جماعة في أي شيء مش مفصوم فيها طيب نيجي هلأ على المادة التانية اللي هي الكافيين كلها تم نعرف الكافيين وكلها تناس سامعين فيها واللي هي المحفز للجهاز العصبي متساهمة التركيز والوحدة الصحصح إلى آخر الكافيين هات شكله والاسم اللي علمي له 1 3 7 try مثل xanthene تمام؟ هذا الحلقة في بعض الحلقات في الكيميا بعطوها اسمها معينة إنه هاي الحلقة مثلا حلقة اللي هي xanthene فبعدين بتعدد اللي هو مثلا 1 3 7 try مثل هاي مجموعة المثل وهاي الحلقة اللي هي xanthene اللي هي حلقتين وفياتهم نيتروجين كتير وكاربوكسل أو الكاربونير الفكرة يعرفوا اللي اسم والاسم اللي علمي تابعوه فالكافيين try مثل xanthene 1 2 3 1 3 7 try مثل xanthene ليش الاستخدام وشو من استخدام الكافيين الموست واللي use stimulant in the world اللي هو المحفز العالمي اللي كل هاتنا بنعرفه والاستخدامه كتير شائع عالميا كمحفز محفز بمعنى للجهاز العصبي اوكي السورس تابعوه المصادر مصادر الكافيين بحكيلي الكافي كل هاتنا بنعرفه القهوة الشاي الكولا حتى الكولا بتضيفوا فيها الكافيين في تصنيها and other soft drinks وبعض المشربات الغازية التانية بتضيفوا فيها كمان كافيين شوكولت الشوكولاتة فياتها كافيين واسم انالجي سايك وبعض مسكينات الالم لما تدخلوا في الصديق راح تلاحظوا على هذا الاشي مثلا البانادول البانادول اكسترا بانادول فياته بس باريسيتامول بانادول اكسترا فياته كافيين فيه كتير كمان اللي هي أدوية باسمع تجارية تاني بحطو فيها الكافيين شو فكرة الكافيين بالمناسبة اللي بحطوها في الأدوية حدا بعرف بسرع بالضبط بسرع من امتصاص المادة الفعالة اللي عندي لانه هو تمام فبسرع زي كأنه بيعطي اشارة للدسم انه شوف انا بحفزك عشان تمتصها المادة بشكل اسرع فبامتص المادة بشكل اسرع فبتعطيني التأثيري علاجي بخلال بغضون خمستاشر دقيقة مقارنة مع مثلا باريسيتامول عم باخده لازم له بسرع حتى يبدأ يشتغل فالامتصاص التفاعل بحفز المادة الفعال بالضبط اللي هو بحفز امتصاصها آلية عمله بالتحديد بسرع امتصاص المادة اللي عندنا فبالتالي آلية عملها رح تكون اسرع ليش قصر لها امتصاص لانه تذكروا حكين المادة الفعال لازم توصل عندي على البلد عشان احكي انها جاهزة ترطبت في المستقبلات تبعتها فتعطيني الاثر تبعتها فالفكرة الكافيين اضافتو كم استخدموك محفز يعني تمام فالكافيين الشائعة جدا اللي هي الكافي تي كولاس ونعرفين تشوكلت الى آخر طيب شو ممكن تكون عندي التوكسيسيتي سمتمز اف كافيين بحكيني على الجرعة العالية جدا عنا الاجيتيشن اللي هو زي الارتباك او اللي هو هادي مع الترامور اللي هي الرجفة او الرعشة بتصري عندي حديدا في الاطراف والوذي دروال هيدك شو يعني وذي دروال هيدك بحكي لي على الهاي دوز بسبب الاجيتيشن والترامور لأنه الواحد بصر مش مسيطر على حركته فيه هزة فيه رعشة مثلا في الاطراف اثناء الحركة اوكي الوذي دروال اللي هو لما اسحبه اذا سحبت الكافيين بشكل مفاجئ يعني مثلا شخص متعود ياخد كافيين على فترة زمنية طويلة جسمه خلص تتعود على جرعية الكافيين هاي اذا بعمل وذي دروال بشكل مفاجئ بصر فيه عنده صدع عرفتوا ليش فيه ناس بتحكي لك مصدع اليوم اه لأني ما شربت مثلا القهوة تبعتي او ما شربت الشاي تبعي ليه الناس على او جسمها على فترة زمنية طويلة متعود على جرعية كافيين تدخل عليه في الاربع وشرين ساعة مثلا مثلا كمية معينة تدخل اليوم اللي ما بتشرب فيه اهوة او ما بتشرب فيه شاي زي كانو صار فين يسحب مفاجئ لها الجرعة فالجسم بلش يعطيني اشارة صدع نشوف رجع لي كمية الكافيين اللي انا محتاجها فصار زي كانو عندي فكرة اللي هي الادمان اوكي فالاعراض طيب نيجي هلا على تفاصيل الكافيين اخذنا دواء اذا اخذنا دواء فياتو كافيين وبعده اخذنا مشروب كمان فياتو كافيين بيأثر او مثلا لو باخد دواء حتى لو ما فياتو كافيين وبعده بشرب مثلا اهوة شاي مثلا كولا فياتو كافيين فرح يمكن يسرع امتصاص الماد الفعة تدخل على الجسم بجرعة اكبر خلال فترة زمنية اقصر فممكن بالضبط يأثر فعشانك بظل يحكو لك بس تشرب ادوية ما تحكي لي والله في ناس وصلت معهم درجة انه بحكي لك عادي ببلغ حبة الدواء بالشاي اه مثلا او بالكولا عادي دائما شرب حبة الدواء دائما لازم يكون مع مي اوكي هاي نقطة نقطة تانية ببعدها عن اي مشروبات انا عارف انه تركيبها مثلا فيها كافيين او اي مشروبات اندي غازية اي شي مصنع ببعد عنه فنقطة كتير مهمة ننتبه لهذا الشي طيب نجعله على بسبتي اللي هي الكافيين اول شي كافيين بحكي الكافيين هي مادة طبيعية بتكون موجودة عندي فيه مجموعة من النباتات بحكي الكافيين لما يجيو يستخرجوه من النباتة عشان يبلش يحطوه في الأدوية ولاحظوا انه عبارة عن باودر كريستلان اللي هي جزيئاتها كبيرة ليست كريستلان والها بيتر تيست اللي هو طعم زي مر فهاي هي الكافيين هذا وصف العلم البرامري اكشن وهذا اللي بهمنا نعرف البرامري اكشن يعني الاثار الأولية اللي بأخدها من الكافيين واحد تحفيز للجهاز العصب المركزي يعني مين البرين والسبان الكور تحديدها منحكي على البرين على الدماء تحفيز لعضلة القلب لكنه ميلد شو يعني ميلد تذكر لمحكي انه تأثيرات الشدة عندي ميلد عندي مودرات وعندي سيفير ميلد يعني معتدل او بداية قليل مودرات بالوسط سيفير الشديد او تأثيره قوي فميلد كارديك مثل استيميليشن يعني تحفيز لعضلة القلب لكنه ميلد لكنه موجود عشان يكي الناس اللي بتكتر من الكافيين تحكي لك حاسس بضربات قلبي عم بس معها شو الفكرة الكافيين بسبب للزيادة او تأثير على الكارديك فبالتالي بيزيد عند الهارت ريت والكونتراكشن نفسه بتقود وبتكون زادت فالواحد بحس حاله انه سامع ضربات قلبه نفسها بدون انه سامع حاسس فيها مفروض ان الواحد ما يحس فيها الا اذا انا حطيت ايدي مثلا عند منطقة القلب واشوف لكن انه انا اكون عم بتنفس صبيعه وسامع ضربات قلبه معناته فيه عنا يا حالة توتر يا حالة هي زي ما اخدين كافيني زيادة عن لزوم فبالحال الطبيعي في ال بيحفز الجهاز العصب المركزي تحديدان الدماغ بيأثر لي على عضلة القلب لكنه في عندي ديروتك افكت للكدني هذا كل ايات ما نعرفه احنا اللي هو ادرار تأثير ادرار او مدر للبول اوكي لا التأثير هات بحكيليه هو على الكدني اللي هو الواحد بشعر برغبة انه بالادرار اذا اخد كميات كافيني كتير يعني ديروتك افكت اللي بأخده من الكافيني وكليكون اعلى حتى لو شرب من مقارنة عم بشرب كميات مي كبيرة تمام فالكافيني تأثيره على الكدني بيكون مباشر فبأثر على البرين على الكارديك مصلك على القلب يعني الهارت وبيأثر عندي على الكدني طب اغلب من الناس التأثير اللي بتاخده بتحس فيه من الكافيني اللي هو على جور على لساتنا العادية انه بيحكي لك بزيد اللي يقضى اللي هو التركيز واحد بصح صح يعني بالعامية والانرجي بيحس انه عنده طاقة عشانك الناس بس تصحى الصبح مباشرة بتروح بتشرب اللي هو الكافيني تبعها بمصدرها بغض النظر هل هو من الأهوة هل هو من الشاي الى آخر طيب واغلب الناس بتمر في تجربة بتمر في مرحلة اللي هو الشعور بالأعراض تبعتين سحبت الكافين بشكل مباشر تماما وبشكل مفاجئ وهذه الأعراض غير مرغوب فيها فهي undesirable فهي undesirable with the drool effect when they stop consuming كافين لما وقف استخدامه واستهلاك الكافين تظهر عندي هذا with the drool effect the most prominent undesirable effect is headache الأعراض اللي هو أعراض صحب الكافين الشائعة جداً مباشرة عند الهدك اللي هو الصدع اللي كل الناس مأكيد ما بدها تمر فيه فعشان هيك ناس تحرص على فكرة أنه إذا استمرت على نظام كافين فما بتقطعه طيب هل هذا يعني أنه الكافين مضر يا جماعة لا وريد الكافين كمان لقدام أثبت أنه فيه علاقة بأنه مضاد الأكسيدن تمام فهذا إشي منيح للجسم لكن الفكرة بالجرعة فالفكرة كانت في الجرعة كيف لما حكنا عن الإثان والنقص الإشي كانت إذا زدنا الجرعة طبعا أنا ما بحكي كون الكوحول مفيد لكن هنا الكافين عندنا مفيد باعتبار لكن إذا زدنا عن الجرعة ولا شي يعطيني عراضه السامة طب بحكي لي أنه الآثار السمية من الكافين بتختلف تمام ومش ضروري تظهر عند كل الأشخاص بنفس الطريقة وبنفس الآثر تمام تختلف غير عن تختلف حرف واحد المهم لكن الأشياء اللي جمعوها عملوا لها اللي هو الريبور سلي كالآتي شو الآثار المشتركة بين كل الناس اللي شافوا عليها الهيط انتوكسيكيشن لا الكافين كانت كالتالي واحد أعراض التأثير على الكاردروفاسكولار سمتم يعني الأعراض اللي هو على الجهاز القلبي على الجهاز الدوران بحكي لي هايبرتنشن ارتفاع في الضغط في ناس عانوا من هايبوتنشن انخفاض في الضغط زي ما حكينا بتفرق في الاجسام أو شو المواد الثاني اللي بيستخدموها أو شو طبيعة هذا الجسم تاكيكارديا وبريديكارديا تاكيكارديا اللي هو تسارف في ضربات القلب وفي ناس زي ما عانت من انخفاض في الضغط في ناس كانوا بتعاني من البريديكارديا اللي هو تباطؤ في ضربات القلب فحسب اللي بعاني من هايبرتنشن اكيد رح يكون عنده تاكيكارديا لكن اللي بعاني من هايبوتينشن خفاض في الضغط اكيد صار عنده بريديكارديا فهي المصطلحات بس اعرفوها ان جنري انه تأثيره على الجهاز الدوران ممكن ان يختلف من شخص لآخر الشائع جدا شو هو الشائع جدا هو او عند اغلب الناس ارتفاع في ضربات القلب وارتفاع في الضغط لكن هل في حالات بصر عندها انخفاض اذا صار لها انتوكسيكيش من الكافين فيه تأثيرات على الجهاز الهضمي نوجيا هاي منحكيها متى هالح اعراض لما صار في عندي اعراض سامة اعراض السمية من الكافين نوجيا عند فومتينج اللي هو الغثيان والاستفراغ او اللي هو القي الاستفراغ عندنا بصر مستمر ومتكرر وبشكل كبير شديد يعني مش اللي هو فومتينج عادي هو سيفير وريكارينج كمان أبدو من البين ألم في البطن وديارية الاسهال فهي اعراض على لكن اللي بتلاحظوا اعراض اللي هو على الجهاز الهضمي تعتبر شيء على كل ما يعني واحد اي احد بصر عنده تسامم حتى هو تسامم غذائي بغلد النظر شو السبب هو عشر بتصر عنده هالعراض اما في فومتينج واجع في البطن ديارية يعني هاي اعراض شائعة مشترك طيب نيجي على السايكولوجيكال او مسميها النيوريولوجيكال سمتممز يعني الاعراض على الجهاز العصبي وعلى العصاب يعني هو السايكولوجيكال اللي هي كمان نفسيا حلوسينايشن حلوسة يعني الواحد بطل اللي هو مركز بصرفي عنده حلوسة انكزيتي اللي هو التوتر او العالي انكزيتي يعني مش قلق عاد زايد يعني لزوم انكزيتي الاكسايتيشن اكسايتيشن كترجمة اللي هي الاثارة المقصود فيها اللي هي الحركة يعني الواحد بطل اللي هو في الجهاز العصبي مش مسيطر علي فاكسايتيشن اللي هو في الشعور في الحركات في ردات الفعل بتابوليك عفوا سيجر السيجر اللي هو مرض الصرع لما نحكي فيه علم الفارماكولوجي رح نحكي عن مرض الصرع شو فكرته شو الأدوية اللي بنستخدمها لعلاج والآخرة والهدك اللي هو الصدع طبعاً لاي عم تذكر لك الاعراض الانتوكسيكيشن العالية لأنه حكيانا الهدك يعتبر من الاعراض لما اسحب اللي هو الكافين بتصير لكن الاعراض الشاي عم من الانتوكسيكيشن فيه عندي اللي هي الهلوسة الانكزيتي الاكسيتيشن والسيجر نجعل الميتابوليك سمتم وهذه شائعة جداً زي ما قلت لكم مو كل الأعراض لازم تنظر عن كل الناس إذا صار عندهم اللي هو تسمى من الكافين لكن الأعراض الشاعة اللي هي اللي تستنى السمتم أريدي بتظهر عادي الأعراض على الجهاز دوران الميتابوليك سمتم الميتابوليك سمتم هايبوكاليميا هايبوناتريميا هايبوكالسيميا متابوليك سيدوسيز هايبوكالسيميا وفيفر شو معنى هالمصطلحات هايبوكاليميا يعني هايبو يعني بقل هايبو يعني بزيد تمام بقل وبزيد عن المستوى الطبيعي فهايبوكاليميا يعني بقل عندنا البوتاسيوم هايبوناتريميا بقل عندنا تراكيز السوديوم NA plus البوتاسيوم K plus كالسيميا الكالسيوم بصدر عندنا كمان أقل CA plus 2 الميتابوليك أسيدوسيز يعني بصرفي عندي أسيدوسيز يعني حموضية الدم بترتفع لما نحكي عن متابوليك سمتم احنا عم نحكي على تراكيز مواد في الدم تذكروا اللي ما قلت لكم الآيونات في الدم لازم نظل محافظين عليها كل آيون عندي عم بيحافظ عندي على اللي هو وظيفة معينة فبالأخير عندي الخلايا محافظة على شكلها ومحافظة على وظائفها لما صرفي عندي خلل في تراكيز الآيونز فحصري عندي خلل وظيفة في كل الجسم in general فهايبوكاليميا هايبوناتريميا وسوصر ناتريميا هايبوكالسيميا متابوليك أسيدوسيز وهاي الاشي الكبير يعني هي اللي بتسبب الأشياء مباشرة اللي صرفي عندي حموضة في الدم شو يعني حموضة في الدم يعني البي اتش سوصر عليها انخفضت بطلت 7.4 صارت عندي أقل فعندي حموضة في الدم حموضة في الدم بأثر على الإنزام زل اللي عندي أثرت على شكل الإنزام يعني رح أثر على العمليات البيولوجية على العمليات الأيضية اللي بتصير الميتابوليز متأثر يعني كل شيء في الجسم عم بتأثر بسبب من أنا غيرت في حموضة في الدم فقط هايبريغلايسيميا هايبريغلايسيميا يعني نسبة السكر اللي هو الجلوكوز في الجسم شو رح يصير عليها رح يتزيد وفيفر يعني ارتفاع في درجة الحرارة كيف بحافظ على اللي هو طبعا بالمناسب يا جماعة هاي اعراض اللي هي المتابوليك اسيدوسيس حكينا انتوكسيكيشن للكافين لكن هل في ناس الدم بيكون عندها حامضة مقارنة مع الناس تانين فيه طبيعة الاكل بتأثر طالما ذكرنا فكرة الاسيدوسيس طبيعة الاكل بتأثر يا رماعة يعني الشخص اللي بنظام الغذاء معتمد على السكريات خصوصا المكررة اللي هي الكاربوهايدريتس وبيركز الكثير على السكريات مثل الشوكولاتات الشبسات يعني هاي الشغلات كثير يدخل على نظام الغذاء الكولا كل هاي الشغلات اللي بالأخيرة عم ترفع لنسبة السكر فيه الدم بصير فيه عندهم اسيدوسيس بالمقارنة مع الناس اللي بتعتمد فيه نظام الغذاء اكتر اشياء على بروتينات كاربوهايدريت صحية الياف هاي الشغلات بتحافظ على انه البيتو في البلاد تضل ضمن الرينجة الطبيعية تبعها احنا حكينا من انضال 7.4 تذكر لمؤتلكم حتى لو قلت عن 7.4 صارت 7 هاي كمان تعتبر اسيدوسيس تعتبر خطر نفس الاشي انا ما بحكي لكم ان النظام الغذاء رحي سبب لي اسيدوسيس لدرجة ان الواحد تبلش عنده عارات سمية تظهر بشكل مفاجئ لكن تغير بسيط في البيتو في البلاد بيأثر عندي كتير على الوظائف البيولوجية على العمليات الايضية في الجسم فهي كمان نقطة مهمة نكون ناخدين باعتبار انه في ممكن من ضمنهم احنا حتى الاساديتي في الدم عنا مرتفع واحنا مش منتبهين فهي نقطة مما ناخدها بعين الاعتبار بسببها او بسببها عندنا الكافين انتوكسكفاشن اللي هي الاسيدوسيس طيب نجي هلأ على المسكوسكيرتال سمتومس يعني اللي هي اعراض على العضلات الهيكلية تحديدا شو فرق بين العضلات الهيكلية والعضلات التانية في الجسم اشمالها العضلات الهيكلية كانت ارادية ولا لا ارادية تذكر العضلات الهيكلية العضلات المساء والعضلات القلبية يعني ثلاث انواع من العضلات الهيكلية في الجسم عضلات المساء رابدو مايولوسيس اللي هو هاي الحال بتظهر لما وصل مرحلة عالي جدا من تسمم من الكافين اللي بصر في عندي انحلال في العضلات رابدو مايولوسيس بصر في عندي الجسم بل شي هو زي العضلات عندي تتحلل بتلاحظوا في ناس ما عندها عضلات في اجسامها شو يعني ما عندها عضلات العضلة موجودة لكنها مثلا مش مشدودة او العضلة عندي موجودة لكنها كتير ضعيفة كمان اللي قدام علي هو التوكسيفيكيشن من او التوكسيزتي من الكافين ممكن نصر عندي اللي هي رابدو مايولوسيس طيب البولمونيري سمتوم البولمونيري سمتوم زي عن الاعراض في الرهاز التنفسي وتحديدا على الرئتين مصطلح بولمونيري لو بتذكر قلتلكم اللي هو علاقة برئتين بحكيلي يعني اذا صار في عندي سمية من الكافين رح يصر في عندي hyperventilation شو يعني ventilation تهوية لما حكينا في الاناتومي لو بتذكروا حكينا التهوية المقصود فيها ventilation هي عملية الشهيق والزفير انه لازم يكون عن فيعمل الشهيق والزفير على فترات زمنية معينة بحكيلي لما يصر في عندي توكسيزتي من الكافين بصر في عندي hyperventilation hyperventilation بمعنى تنفس بصر في عندي اسرع كمعدل اسرع من المستوى المطلوبة واسرع من المستوى الطبيعي وبصر الواحد شيق زفير بالاخير بصر في عندي respiratory failure بصر في عندي فشل في التنفس ليش؟ العضلات عندي فيه اللي هو الجهاز التنفس بطلت تتحمل هذا الكمل هائل من hyperventilation كانوا بصر في عندي بالاخير زيتشنج وبعدما بصر في عندي فمنسميها respiratory failure تمام فنقطة مهمة كمان نقطة اخيرة اللي هي renal failure والhipotic injury بحكيلي الكافين بيأثر عندي على الكبني بيأثر في عندي كمان على الكبد ليش؟ الميتابول لازم بتصر عندي في الكبد واخراج الكافية من الجسم بصر عن طريقة الكدني فاذا باخده بكميات كبيرة رح يصر في عندي مشاكل على الكدني ومشاكل عندي على الكبد كمان لكن التأثير ما كان مباشر على الكبد مثل تأثير الكحول هاي نقطة مهمة ناخدها بعين الاعتبار فإذا في هذا السلايدي جماعة كان في عندي clinical features بعض الأعراض اللي هي سريرية بتظهر عندي على جسم الإنسان إذا صار في عنده سمية من الكافين لكنها طبعا هاي السمية إذا كانت على جرعات عالية جدا خلني حكي الشائع في مجتمعنا الشائع في مجتمعنا للناس بتحكي لك بشرب أربع كاسات قهوة أو أربعة مثلا أربع خمس كاسات شاي الكبيرة عم بحكي لما حكي عن كاسة شاي عم بحكي على اللي هي 250 أمال نفس الإشي خلأ فكرة إنه كميات كبيرة عم باخدها من الكافين خلال اليوم أو الشائع في مجتمعاتنا شو اللي ممكن يظهر عند هذا الشخص أول إشي واذا جول هدك اللي هو إذا وقفت الجرع هاي مباشر رح يصير عنده صدع أو صدع لا يحتمل يعني كأن الجسم بحكي لك شوف الصدع رح يظل مستمر لحد ما ترجع الدخلي جرعة الكافين اللي أنا بحتاجها ومتعود عليها يوميا تمام؟ في ناس حتى الصدع مع الأدمي ما بيروح كافين يعني كافين تمام؟ فزي كانوا الجسم خاص عند أنا بدي الكافين تبعي هاي النقطة هاي اللي تدروه الأفكت أو الويددروه الهدك النقطة الثانية اللي ممكن تصير لشخص متعود على كافين بجرعات كبيرة أو بياخده زي صار عنده إدمان وبياخده بجرعات كبيرة إلا الشائع في مجتمعاتنا يعني ككميات بدون ما نوصل لها المرحلة من التسمم اللي هي مشاكل في الجهاز العصبي تحديدا والجهاز القلبي يعني بصرفي عندي الفكرة إنه ارتفاع في الضغط ضربات القلب حاسس فيها وكمان فكرة اللي هي اللي هي الرعشة عندي الأنقزية القلق التوتر بتلاحظوا في ناس دائما حتى حركتها بتكون هيك سريعة بس مش حركة سريعة عادية متقبلة لا كلامها حركاتها توترها سريع بيكون بتوتر حتى اللي حواليها هاي ممكن تكون لها علاقة بكمية الكافين اللي بيستهلكوها طيب في أشياء أو في دراسات بتحكي إنه الكافين في الشاي حتى أعلى من كميته في القهوة تمام لكن استل يعني في فترة زمنية مرت إنه الكافين في الشاي أعلى وخلص أكدوها استلها لا في أبحاث ثاني بتحكي لكن لا الكافين في القهوة أعلى فزي كأنه في لسه مش إشي أكيد بين هاد و هاد لكن خالنا نحكي إنه الكافين في الشاي والكافين في القهوة بوض وفي ذلك ممكن سبب لهذه الأعراض فنقطة ما ما ناخدها بعين الاعتبار يعني مش شخص بيشرب شاي يعتبر إنه ما رح يصير له هذه الأعراض أو ما رح يصير له مثلا فكرة الوذي دروال افكت أو الوذي دروال هدكت فننتبه لهذه النقاط ليه عم ركز على فكرة الشاي لأنه فكرته إحنا في بلد في بلد كتوركيا الشاي كثقافة أعلى عنده من الأهوة فحبت أن أقول لكم على هاد النقطة اللي بيعتمد على الشاي أكتر ما يعتبر إنه ممكن ما يصير في عنده هذه الأعراض طيب تسارو دقات الألب شو إلها علاقة تسارو دقات القلب اللي كفين نفسه كمادة بتأثر عندي على اللي هي الهارت ريت هي بترفعها تمام اللي هي بتعطي إشارات للمواد اللي بتسبب الهارت ريت وزيادة سرعته فبالتالي بتزيدها فهي فكرة التاكي كارديا اللي حكينا عنها اللي تسارو في ضربات القلب فهي كمادة بطبيعتها لما ترتبط في المستقبلات تبعتها بترفع من ضربات القلب عدد ضربات القلب أو معدل فسرعت ضربات القلب بتزيد فبناء على ذلك ضغط الدم عندي بتزيد فهي الفكرة اللي هي من الشعر فيه هي بمادة بطبيعتها لما ترتبط في المستقبلات الخاصة فيها بتأثر فيها هذا التأثير مباشر على ضربات القلب ففيه عندي تسارو في ضربات القلب عشانك تحكي أنا لو بزيدها وبتوصل عندي لمرحلة اللي هي زي جرعة زايدة بصر فيه عندي تسارو في ضربات القلب الأنجزيتي والرعشة أو الترومر كمان طيب فيك ما يكون حكي نجي مع عن الكافيين ما يكون حكي قبلها عن الكحون نجي هلأ على النيكوتين النيكوتين وين موجود يا جماعة النيكوتين في الدخان بالضبط طيب النيكوتين الاسم العلمي لإله بحكي لثرية من واحد مثل two pyridinyl pyridine pyridinyl pyridine يعني هذا النيكوتين هات شكله التوكسيسيتي سمتم التوكسيسيتي سمتم بحكي للديبندنسي بروديوسين آكوت افكت يعني الافكت بتطر عندي آكوت على كمية الجرعة واحد النوجيا vomiting salivation اللي هو اللعاب عندي افراجه بكميته بتزيد diarrhea ممكن نصر فيه عندنا الاسهال disinness اللي هو زي الدوار mental confusion الارتباط او عدم التركيز الذهني والweakness اللي هو الضعف العام ففكرة انه النكوتين شو بسبب لي كأعراض سمية ان جنرال هي كالآت nausea vomiting salivation diarrhea disinness mental confusion والweakness طبعا معنا هذا الكلام ايش اذا اخذنا على جرعة كبيرة واذا الشخص استمر عليه لكن فكرة انه هي عبارة عن toxicity as acute effect يعني اذا اخذت جرعة بكمية كبيرة مرة واحدة as acute راح تسبب لي هذه toxicity symptoms عشانك بحكي لها dependents producing acute effect تعتمد على كمية او على الجرعة اللي باخدها من النكوتين طيب نجح على اشياء ثانية بنسبة للنيكوتين بحكي اللي النيكوتين is very potent شوين مصطلح potent تذكر وكررت وكتير معاكم في ماد ديت بلما حكينا الدواء potent شو يعني potent يعني على جرعة آقلي شو بيعمل لي حلو زميلتنا اختصرت بتحكي وصن هو عقار قوي جدا تماما شو الفكرة على جرعة اللي الكتير بيعطيني تركي او تفا فا عالية او تأثير كبير مقارن مع جرعة ثاني من دواء ثاني فعلى جرعته بيعطيني تأثير قوي بالظبط تمام فالنيكوتين is very potent drug highly addictive شو يعني highly addictive يعني الواحد يدمن عليه بشكل كبير بشكل سريع مشرط انه الواحد اذا اخذ مثلا مرة واحد يحكي لك عادي اذا مثلا يعني تعود علي مثلا مدة اصد وشار ما يحكي لك عادي بقدر اوقفه الادمان اللي لقيله بكمية بتكون هلو تأثيره كبير في جسم الانسان وخصوصا بحكي لما يتم استهلاك بشكل منتظم يعني الاستخدام لقيله من الاساس يعني لازم واحد اللي هو يتجنب من البداية هلأ كافين حكينا عنه اللي هو عادي من قدر ناخده لكن الجنب الجرعات الكبيرة منه يجرب انه نقطع مرة واحدة طب بالمناسبة قبل ما ندخل في النيكوتين واحد في عنده ادمان على الكافين وبدو يقلل هذا الادمان شو ممكن يعمل يقلل بخليها كوبين ونص بعدين كوبين بعدين كوب وبعدين خاص بثبت على مقدار معين اللي هما بسبب لهذه العراض اللي انا بحس انها بتظهر بسبب الكافين الانسان بالمناسبة بيشار على يعني بحس على حال الجماعة لانه والله انا لاني اليوم استهلك كتير انا حاس حالي مش مزبوط حاس حالي قلبي حاس حالي متوتر كتير مثلا درجة حرارة مرتفعة عندي ارتفاع في الضغط زي بتدائمين اي اشي بسرعة هاي الشغلات بتبين انه لها علاقة بشو انت بتدخل على جسمك اساسا يعني نظام الغذائي هو الاساس دائما هالفكرة كانت انه اذا كتريت كمية كافين كيف بقدر اقللها بدون ما زي ما حكنا ثلاثة اكواب بخليها كوبين نص مدد السبوع بعدين كوبين لمدد السبوع بعدين برجع بخليها مثلا كوب ونص لحد ما وصل اشي انه مثلا كوب هو الكافي بعدين ممكن هذا الكوب بطل اخذه كامل مرة واحدة اصير اسمه خلال اليوم كمان بصير فهي كانت الفكرة طيب فالكافيين بعدين استهلكو لكن بتجنب الجرعات الكبيرة لكن النكوتين والكحول الافضل انه من البداية ما يبدلش فيها ما يدخلها عدس مؤسسا فالنيكوتين بيحكي لي هو highly addictive رح نشوف الاثار السمية الاولية الابتدائية مثلا من هي النكوتين وبعدين رح نشوف الاثار السمية الليتر يعني بعد فترة زمنية طويلة في ناس من اول دخان بتدخنه ممكن الجسم ما يكون متحمل مباشرة نوجيا ونفتن في ناس تحكي لك عادي لكن لقدام في جرعة سامة اول بالبداية شو الاعراض اللي بتظهر نوجيا ونفتن اثنين بمعنى اللعاب بيصير كتير اكتر من المستوى المطلوب بيصير كني زي سيلان في اللعاب كمية العاب بتنفرز كبيرة ابدومين البين الام في البطن تعرق ارتفاع في ضغط الدم تكيكاردية تسارع في ضربات القلب ترمر الرجفة او الرعش اللي حكينا عنها هدك صداع دوار سيجر ممكن شخص من افكت اوف نيكوتين ليش السمتمتوم ممكن يدخل في نو بتصرع فسيجر طب الليتر بيرو الليتر يعني مثلا انا صار لدي تساوى من جرعة نيكوتين قد جرعة كبيرة على فترة زمنية معينة مثلا خلال هذا اليوم شو الاعراض بتظهر عندي ذكرنا هاي اللي سميناها الانيشال سمتمتوم طب بعدين لقدام شو ممكن تظهر بحكيلي صار عندي تساوى من هذا النيكوتين صح وظهرت عند الانيشال سمتمتوم بصير في عندي يعني شعور كل اشي اللي هو بصير اقل قبل شوي كان في عندي زيادة في ضغط الدم زيادة في ضربات القلب هلأ كل اشي بصير العكس كمان فالدوز بعد ما انا اخذتها بكمية كبيرة وثابت لهذا الاعراض على فترة زمنية لبعدين مثلا خلني حكي اليوم التاني او المساء مثلا بس بحطيكم لا تقربوا الفكرة يعني شو بصير في عندي هبوط في الضغط طباط في ضربات القلب بصير في عندي هبوط في آلية عمل الجهاز العصبي المركزي مثلا التركيز التفكير الواحد مدرك شو حوالينه ممكن صير في عندي هبوط كوما توصل لمرحلة الاغماء لانه الجهاز العصبي المركز عندي الدماغ كل وظائفه قلت عن مستوى الطبيعي فبواش ويكنس يعني ممكن نصرف عندي ضعف في العضلات توصل لمرحلة الشل البراليس اللي واحد تنشل حركه اكيد مش دائم ما رح تستمر لكن ممكن تستمر عند شخص وممكن لأنه خلال فترة السمية هاي بعدين لما نعرج هترجع العضلات لحركات عادي لكن وارد انه البراليس يضل مستمر ويسميه ريس بصير كان بصير في عندي صعوبة في التنفس وكمان ممكن نوصل لمرحلة اللي هو فشل في الجهاز التنفسي اللي يتعمل اللي هو بنسميها الرست يعني لوحد بشير عندي في التنفس بيربطوه على اكسجن وردي ممكن يدخل لعندي في كما فهاي الفكرة من فإذا نفس الاشي سمي توكسيك سمي فالتأثير السام من النكوتينا على الفترة الأولى إذا باخد جرعة كبيرة بتظهر عندي أشياء زيادة يعني مثلا ضغط الدم بزيد الفراز اللعاب بزيد التعرق وجع في البطن تمام هاي طربات القلب بتزيد صداع ديزنس سيجر شو يعني السيجر أساسا يعني النواق العصبي كمياته في داخل الجهاز العصبي أو في الدماغ زاد فدخل الشخص بينه وبتصرع بينما على الليتر يعرفوا لي الأعراض متى بتكون ليتر يعني هاد مختصر الكلام شو الأعراض الليتر وشو الأعراض اللي في البداية في البداية زيادة في كل شيء في بعدين بعد فترة معينة زمني وعن شو بصر في عندي هبوط ضغط الدم ضربات القلب هبوط في الجهاز العصبي المركزي بتخل لبس أخير الإغماء ضعف في عضلات ممكن يوصل لمرحلة الشلل ومشاكل في التنفس بيصير ممكن توصل لمرحلة الأرست فمسميها respiratory failure فأعراض النكوتين poisoning نقسمها لقسمين initial symptoms والlater symptoms تمام فهاي يعرفوها فكما نكون يا جمعة فالمحاضرة حكينا عن النكوتين حكينا عن الكافيين منكون كمان حكينا عن الكحول شفنا الفرق بين اللي هو الميثانول والإيثانول من السام من البداية اللي هو الميثانول من اللي هو سميته بتتراكم حسب الجرعة اللي هو الإيثانول نفس الإشي الكافيين سميته بتظهر حسب الجرعة نفس الإشي النكوتين فهاي كانت الفكرة من محاضرتنا لليوم أمثلة على أشهر المواد اللي بالمجتمعات ممكن الشخص اللي هو يتعرض له أو يصاب فيها بالحياة اليومية العادية لأن أغلب الناس هلأ فيها عندنا بتستهلك كافيين فيها أغلب الناس ممكن أنها بتستهلك اللي هو النكوتين اللي هو التدخين فهذا أشياء شائعة فوجب أنه ننوح عليها وتكون عندكم خلفية عنها فالحد هون يا جماعة في حدا عنده أي سؤال أو أي إش بش مفهوم في محاضرتنا اليوم حكينا عن وحكينا على أمثلة على مواد وتأثيرها على الصحة وشو هي منها طيب عفويا يا جماعة يعطيكم العافية أنتم كمان طيب لحد هون يا جماعة بإمكاننا نوقف محاضرتنا إن شاء الله نرجع نلتي في محاضرتنا القادمة ونكمل فكرة الأمثلة الأخرى على مواد وشو تأثيراتها السمية عندنا على الجسم يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر